كاميرا رؤية استطلعت تأراء المواطنين في قرار الجهات الإقراضية تأجيل أقصات القرود لشارح زيران لمواجهة الأعباء المعيشية مع اقتراب عيد الأضحى حيث لاقى القرار ترحيبا وطلب الحكومة بحلول أشمل للتحديات التي تواجههم لنتابع بنائش الاقتصاد زي ما حقيت لك أنه مش شهر وشهرين أعطيني أنت استرحام فترة استرحام أنا من فترة كورونا أنا اتضررت المواطن قد يكون هناك مواطن عنده الزامات متراتبة متأخرة فالقص هذا قد يساعد في تسديد التزامات معينة عندنا شهر عيد معظم الناس عليها قروض فبالتالي لما رأت بزيد 200-300 ولو مؤقتا لشهر قد تسجز من التزامات واحتياجاتها كيد هذا الإشي مفيد صراحة لأنه في ظل الظروف الراهنة للمواطنين والناس يعني خاصة مع ارتفاع الأسعار فهذا الإشي ممكن خفف على المواطنين أكيد الخطوة كويسة يعني عشان الناس انت تعيد والله هم مفيد من ناحية اقتصادية ونفس الوقت يعني مش كثير يعني بتحسوا طبعا مفيد للمواطن أنه عدم الواحز دخلين على وجه عيد أضحاء نا طبعا لأنه وسيل عزيزبي بدو صير احتساب لأنه وسيل عزيزبي بدو صير احتساب الفوائد وطبعا طبعا كفي الحالة أنه بدو زيد مدة القرض يعني اوكي انهم يعني يسر امورهم شوي بس لو يعني كي بدأ احكيلك انه يعني برضو يخففوا يخففوا الحكومة مثلا من الفوائد اللي بتترتب عليهم بالشهر اللي اجلوه اشتركوا في القناة